وشهدنا دلوقتي موجز الأهم وآخر للأنباء مع منا تفضل يا منا شكرا لكي باسانت أتامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمي كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال والتوسع في التعاون مع الدول الأفريقية في إطالة مبادرة مصر الرقمية وتشجيع الشركات المصرية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع نظيرتها الأفريقية لبناء منظومة رقمية متكاملة أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار في عدد من المدن الأوكرانية اليوم اعتبارا من الساعة السابعة صباحا بتوقيت جرينيتش لسماح بإجلاء مدنيين عبر ممرة إنسانية وقالت خلية وزارة الدفاع الروسية المكلفة بالعمليات الإنسانية في أوكرانيا أنه سيتم إبلاغ السلطات الأوكرانية بالطرق الإجلاء الجديدة في مدن كييف وسومي وخاركييف وتشنهاف وماريو بول وأكدت الخلية أن السلطات الأوكرانية كانت حتى الآن عاجزة عن ضمان عمل الممرة الإنسانية مشيرة إلى أن الوضع في العديد من المدن الأوكرانية تدهور بسرعة واكتسب طابع الكارثة الإنسانية عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا تضمنت الجلسة إحاطتين الأولى من مارتين جريفث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والثانية من كاثرين راسل المزيرة التنفيذية لمنظمة اليونيساف للطفل وأعلن جريفث أن المنظمة الدولية تحتاج إلى ممرات آمنة لتقديم مساعدات إنسانية في مناطق القتال في أوكرانيا مشيرا إلى أن المدنيين في أماكن القتال في حاجة ماسة إلى تلك المساعدات أعلنت كياف تحقيق بعض النتائج الإيجابية في الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية لوقف التصعيد وأوضح العضو في الوفد الأوكراني مستشار الرئاسة ميخايلو بودوليك أن هناك بعض النتائج الإيجابية بشأن وجود ممرات إنسانية مشيرا إلى أنه سيتم إدخال تغييرات وتقديم مساعدة أكثر فاعلية لمن يعانون جراء الحرب وأكد بودوليك أن مناقشة مكثفة لوقف إطلاق النار ستتواصل من جانبه أعلن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدنسكي أن الجولة الثالثة التي جرت على الحدود بين أوغرانيا وبيلاروسيا لم تكن بمستوى تطلعات موسكو مشيرا إلى أنه يأمل المرة المقبلة في تحقيق تقدم أكبر أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زينسكي أن كييف أثبتت للعالم أن أوكرانيا أمة واحدة وشعب واحد وقال زينسكي أنه سيبقى في كييف وأنه لا يخشى أحدا مشيرا إلى أن بلاده ستتفاوض مع موسكو حتى إيجاد طريقة للوصول إلى السلام في الوقت نفسه اتهم الرئيس الأوكراني القوات الروسية بإفشال إجلاء المدنيين حضرت روسيا من عواقب كارثية على سوق النفط العالمية في حال فرض حضر على صدرتها النفطية وقال نائب رئيس الوزراء الروسي المكالف أليكساندر نوفاك أنه لن يكون من الممكن التكهن بارتفاع الأسعار التي قد تصل إلى أكثر من 300 دولار للبرميل وأكد نوفاك أنه من المستحيل التعويض بشكل سريع عن إمدادات النفط الروسي إلى السوق الأوروبية من مصدر بديل وحضر من أن ذلك سيستغرق عدة سنوات وسيكون أغلى بكثير على المستهلكين الأوروبيين الذين سيكونون الضحايا الأوائل لمثل هذا السيناريو أعقدت عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان وسفيرة من سفراء حياة كريمة نها طلعت لقاء موسعا مع عدد من مؤسسة المجتمع المدني العاملة في مختلف مجالات التنمية وأوضحت مؤسسات حياة كريمة أن الاجتماع يهدف للتوافق حول نهج تشاركي لعمل مؤسسة المجتمع المدني لتحقيق مبدأ التكافل وتوحيد الجهود لتعظيم الجهود التنموية وتحسين أثرها على المواطن ختم مجزة ثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يومصر بعد الفاصل شكرا